الديمقراطية الحل أنا فكرت في هذا الشعار رداً على شعار الإسلام والحل أنا مسلم الحمد لله ولكني لا أعتبر أن الإسلام قدم نبوزاجاً سياسياً الإسلام قدم مبادئ عامة للحب ولم يقدم نظام الأرض تم استحداث أو استناع النظام السياسي إسلامي وتم انتزاعه من التاريخ الإسلامي وتقديمه للقصطاء باعتباره دولة الخلافة وما إلى ذلك وأنا كتبت في هذا لأن هذا الافتراض غير صحيح الإسلام نامي ونقدم دولة إسلامية دولة التي حققت المعاني الإسلام هم 31 عاماً فقط الخلفاء الرشدون لو حتى غضطنا النظر عن المشاكل التي حدثت أيام سيدنا أصمر بن عفان ثم نضيف إليها عامين هما ولاية عمر بن عبد العزيز فقط باقية الدول الإسلامية كانت دولة إمبراطوريات يحكمها المسلمون الدولة الأموية كانت إمبراطورية الدولة العباسية كانت إمبراطورية قامت على القتل والقمع والدم كما قامت كل الإمبراطوريات الخلط بين التاريخ وبين الإسلام من أجل تقديم نموذك إسلام سياسي غير صحيح هو في واقع لعبة سياسية وقع فيها العالم العربي كله وربما يكون من المفيد أن الإسلاميين قد وصلوا إلى السلطة حتى تباير للناس أن المشروع الذي يحمله الإسلاميون هو مشروع حش في واقع الأمر كما رأينا في مشروع النهضة الذي قدامه الرئيس محمد مرسي تبين أنه لا يوجد مشروع ولا توجد نهضة وبالتالي مهم جدا أن نفصل بين الإسلام والإسلام السياسي كلنا مسلمون الإسلام السياسي هو الذي يستعمل الإسلام للوصول للحكم يعني أباؤنا وأماتنا وأجدادنا يعني إلى عشر خرون مضت كانوا مسلمين ولكن لم يكونوا يعتقدوا أن الإسلام أستطيع أن أستعمله حتى أصبح رئيس جمهوري وبالتالي أنا أعتقد أنه لم نصل إلا الديمقراطية إلا لو رأينا الفرق بين الإسلام والإسلام السياسي لا يعني هذا حرمان الإسلاميين من ممارساتهم حقوقهم في ممارساتهم لحقوقهم السياسية لأنه الديمقراطية للجميع ولكن في نفس الوقت علينا أن لا نخلط بين الدين والسياسة لأن الخلط بين الدين والسياسة يؤدي بنا إلى الكوارث كبرى